يوم واحدة وثلاثين وغسطس ألفين وستة الأسود يوم كان يوم صعب صعب عليك وصعب علينا جداً يوم يعني عمرنا ما هنساه لكن محمد الله رحمه محبته دايماً هتفضل في لوب الناس اليوم ده بقلب الأم بقى يعني من اللي بلغك الخبر لو اللي بلغنا الخبر كانوا قاعدين جيت لقيتهم قاعدين قدام الباب الناس بقول لهم فيه آه هو الحاج جراله آه كان الحاج مسافر بيجيبه لما غزبه هاي هو جراله حاجة قالوا لا الحاج حلوة ما فيش حاجة قالوا عقلي ما يروحش بقى هنا خالص قالوا ده محمد تعبان شوية ويعني ورقت في المستشفى وهم دلوقت هيجبوه وعشان يرقوا دهنا بالكلام ده قالت إنو تعبان بس شوية طولهم الكلام ده يدك ما مش صح هلهم اللي قاولتوا هم مات أüp أقولت له مات أم مات يعني إنت حسيتมات مات مات بالموت قبل ما بلغوك الخبر رحت وعلى مغزة قال ألعا الشيبش بما تقطوش ما تقطش بقى حاجة ما تقطيش حاجة على جسمي وروحت قلتلهم أنا عايزة عربية قالوا لأ انت هتروح يلقى ومش عارف قلتلهم عايزة عربية يا هفضل أجري يا موتي في الطريق يا مغسوك عايزة تروح له القاهرة عايزة عربية دلوقت تطمين عليه عايزة عربية أنا مش قادر أجري أنا مش قادر أبقى أتحرك دلوقت راحوا جايبين اللي قالوا العربية هيك كان واحد من جيراننا قاعد راح جايب العربية وروحت رابة وروحنا مشي بس هو ميت ميت فقد بقى مش عارف أنا بقول أه بعمل أه لأننا يا خلاص حسيت إنه خلاص هو مات وإحنا في التمرين هو معانا بس قبل الوفاة برضو بكم يوم كتب ورقة كده وعلى أهلنا فط اللبس ورقة كتب فيها لا تبكي نفسي على شيء قد ذهبت ونفسي التي تملكه كل شيء ذاهبت تحس إنه هو حاسس إن بعد كام يوم يعني ربنا هتوفاه كل أفعاله كل حبه للناس كل الكلام اللي كان بيقوله لنا بيدل إن في حاجة هتحصل لمحمد بعد كام يوم عشان كده كان عايز يسيب يعني أثر طيب في نفسنا من ناحيته عايز تحس إنه عايز يصالح الناس كلها عايز يحضن الناس كلها وقتها هو كان دعما متصالح مع نفسه حتى اللي يكرهه أو يحس بحاجة يعني من جهته كده برضو كان ياخد ويد معاه كان ياخد ويد معاه ليلة الوفاة بالليل للساعة ثلاثة الفجر كنا مع بعض كنا بنسجل أغنية للكابت النسايد عبد الحفيص وهو معانا إحنا كلنا معاه وهو بيسجله عشان صوته حلو كأن الكلمات بيقولها لمحمد نفسه مش بيقولها لكابت النسايد كانت معمولة ليه الله يرحمه يا رب كانت معمولة ليه بالصد